اشتركوا في القناة 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 لنبني غداً أفضل للشباب اليوم والمستقبل ولكن علينا أن نغير النهج نحن بحاجة إلى التزام مالي أكبر لأزمة المناخ ولتمويل برنامج التعافي الأخضر نحن بحاجة أيضاً إلى نشر المعارف والمهارات إن البرامج الخاصة بقيادة الشركات وقيادة الحكومات مهمة للغاية ونحن نعمل على التنمية الصناعية المستدامة والشاملة وتوفير الحماية البيئية وكما قال المدير العام أرغب في أن تكون منظمة اليونيدو لاعباً أساسياً في عملية تمكين الشباب الموجودين هنا اليوم ونعمل على تعزيز عملية إنتاج اللقاحات في الدول النامية ولسيما في قارة أفريقيا علينا أيضاً أن نعزز من ريادة الأعمال الزراعية ولسيما في المناطق الريفية عبر سلاسل قيمة أكثر عدلاً نحن نعمل في الأقصر وفي صعيد مصر ونعمل أيضاً مع دولة البحرين ونيجيريا ونعزز نشر التكنولوجيا ونيسر عمل الاستثمارات والصناعات الخضراء من أجل أن ننتج الشركات الناشئة الرائدة الخضراء وحتى هذه اللحظة قمنا بدعم أكثر من مليون شاب ليستطيع الاستثمار وندعم أصحاب الأعمال ورواد الأعمال السيدات والسادة إن شباب اليوم سيقدمون الحلول للمشاكل التي تؤثر على مليارات الناس بمن سيعيشون في عام 2050 لا يمكن أن نبني مستقبل مستداماً دون الشباب إن الشباب هم من يمتلكون زمام اليوم والمستقبل الحكومات والقطع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة عليهم أن يتحدوا ليمكنوا الشباب هذا هو برنامج العمل المشترك الذي أعلنه السيد الأمين العام وهي خطة طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللإيفاء بعهدنا للجيل القادم علينا أن نتحرك الآن معاً شكراً جزيلاً على حسن الاستماع وأتمنى لكم مداولات مثمرة شكراً جزيلاً